على نقيد إيران نرى الدنمارك التي تعتزم التخلص من الوقود الاحفري في رحلات السفر الجوي بحلول عام 2030 ضمن أحدث إجراءتها لتحقيق أهدافها المناخية في خطابها السنوي في اليوم الأول من العام الجديد قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكس إن بلادها التي اقترحت أخيرا زيادة الاستثمارات في صناعة الهايدروجين الأخضر تريد أن تستخدم الوقود الأخضر في رحلاتها الجوية الداخلية وأضافت في كلمتها السفر يعني الحياة ومن ثم الطيران ولكن في الوقت نفسه السفر يدمر مناخنا وإننا نسعى لجعل السفر الجوي بالوقود الأخضر اعترفت فريدريكسون أن الحلول العملية لم يتم تطبيقها حتى الآن وأن الوصول إلى هذا الهدف صعب تعد هذه الخطة هي الأحدث ضمن سلسلة سياسات تم سنها بهدف مساعدة الحكومة الدنماركية على تحقيق أحد أكثر أهداف المناخ طموحا في العالم وبحلول عام 2030 تخطط الدنمارك لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 70% بالمقارنة بمستويات عام 1990 وتعهدت رئيسة الوزراء أيضا في خطابها بفرض ضرائب أكثر فاعلية على الانبعاثات بحيث تدفع الشركات الأكثر تسببا في الانبعاثات ضرائب أعلى